السلام عليكم. مقطع اليوم مقطع بسيط مرة. في هذا المقطع احب اقول لكم باذن الله باذن الله باذن الله راح يكون تغيير كبير في القناة. راح انوع العاب. اوكي روكيت و فورتنايت راح تكون فيه. لكن مو بمثل الحين. حاليا الي صار يعني كلها مقطع فورتنايت و روكيت ما في شيغة ثانية. لكن باذن الله ابتداء من بعد هذا المقطع راح يكون فيه تنويع كبير في القناة. راح تكون فيه العاب ثاني مثلا ستيك فاهت شهم في الفلاد. اه مثلا اونو كذا يمكن نشطح لنلعب اونو. اه مثلا العاب شاطح مثلا نلعب ريزن تيفل مثلا اذا تبون. اه نلعب العاب مرة كثير. فيه العاب مرة كثيرة مثلا فيفا. اذا تمو فيفا فما عنا تجلط. اجلط يا روكيت. مثلا لعابة جديدة بتنزل او شي كذا راح اتجربها معكم. و راح نزلها في القناة. فكل اللي يبغى منكم. عبيك تنشر مقطع بس. ليش تنشر مقطع. فيه ناس مقديم فكرة عن قناتي انها اوكي بس فورتنايت. حتى فيه ناس يعني ما يدرون اني ينزل فورتنايت. يعني ما ادري فيه ناس مشتركين. يا صرت مثلا فورتنايت. قالوا من متى انت لع فورتنايت. يقولوا انا مشترك قناتك انا بسوي اشتراك من زمان. انا بفعل زر تنبيهات ما يجيني شي. من هذا الحركة راح ع عرف ان قناتي ما طاحت الا من هذا الشي اللي هم اليوتيوب. اليوتيوب ما يرسل اشعارات. كانت نزل مقاطع كثيرة. فيه مقاطع اتعب لها تعف اخر شي. الفين مشاهدة. الفين مشاهدة. يعني مثل مقطع. مثل مقطع فورتنايت حق الكيبورد كام. كنت لعب كيبورد وماوس و زكذا. ومنتوج وحط. حطت قيم من افضل قيم اللعبت في حياتي. اخر شي. ثلاث مشاهدة ما وصلها. والله ماديش يقول صرق. صرق. اوكي. ماديش يقول صدق. لكن اذا انت شوف مقطع مقاطع. وانت مشترك في قناة. وفيها زر تنبيات. هل يجيك اشعار او لا. اكتبوا لي تحت كومنتات. ثاني شي. فوقع لي سار علامة تعجب. اضغط عليها. اوكي. وصوت للوقت اللي تشوفها مناسب للمقاطع. احط ثلاثة وقات. منها راح اثبت. على جدول معي. باذن الله. باذن الله. باذن الله. باذن الله. راح يكون في خمس مقاطع في الاسبوع. احد ثلاثة. اربع خمس جماعة. حسنا من الناس مرة. السبت. الاغلب ما يكون فاضي. الاغلب يكون طالع. ايشي زي كده. الجمعة برضو. يكونوا مشغولين. لكن مشغولين وقت الظهر. قاعد افكرني. انا ازل. الساعة واحدة. بعد صلاة الظهر. وقت رجعت الناس من مدارس. ساعة اربع العصر. بعد صلاة العصر يعني. ساعة ثمان. بعد صلاة العشاء. واشوف الانسب بالنسبة لي. ثمان العشاء. ليش. اول شي. اول شي. ان مثلا. رجعت من الجامعة. يجبني اسج المقطع. ومنتج. وارفع. قبل الساعة الثمان. فهمتوا. لكن اذا كان الساعة واحدة لازم اجهز مقطع قبل ما انوم. او قبل ما انام. ما ديش تمونا عند انتو. ومنها الساعة واحدة. كثيرين مرة ينزلون الساعة واحدة. ففي ناس ما يلحقون ما يدرون ان ناظر مقطع هذا فلان ولا فلان ولا فلان. ما اقولكم يعني اوكي شوفوا مقاطعي. لا اكيد يعني في ناس افضل مني. في هذا المجال اللي هو مجال يوتيوب. في ناس انا اتابعهم شخصيا. لكن باذن الله باذن ما قلت لكم. ان راح ألبط قناتي رح تكون افضل يعني متين ساعة الاف مشترك. اذا نزلت مقطع ينقصون عديد المشتركين فهذا الشي ما بغى. انا بغى بدل ما ينقص يزود عديد المشتركين. اذا ما نزلت chose انقارق ترا يزود عديد المشتركين. لكن بجرد promote اني أنزل مقطع كده ينقص عديد المشتركي. كلمت اليوتيوب. كلمت اليوتيوب حق الشرق الأوسط. الكلمت كل الشباب قالوا لقناتيك. لانه مبنية على ماينكرافت كنت انا مو مبنية على ماينكرافت. أنا مبنية على كوت ففي ناس كثيرين يقولون أنت ماينكرافت اللي دي أنا راكت ليغا عندي أكثر مشاهدات من ماينكرافت تقول لي ماينكرو ما ماينكرو أنا ماينكرو عاصل ما نزلت مقاطع كثيرة كل مقاطع ماينكرو يمكن عشرين مقطع راكت الحالة يمكن ستي مقطع فلا تقد تقارن وانت ما شفت مشاهدات وانت ما شفت الأشياء هذه اللي أنا أنا أشوفها بالنسبة لي وتتمتع فيها يعني عند المقطع مقاطع راكت ليغ رفعتها اللي هم نوعات قريب المقطع الحالة هذا وصل عشر لاف مشاهدة بالنسبة للقناتي يعني أروح أرفع راكت ليغ مقطع واحد يكون عشر لاف مشاهدة ولا أرفع ثلاث مقاطع مثل فورتنايت يا الله توصل عشر لاف مشاهدة عشر لاف مشاهدة فهذا الفكر عني أنا أجهت مقطع راكت ليغ وأتعب اللي منتاج وأتعب في ناس حسبون أن راكت ليغ أوكي أن نجيب جيم جيمين يلا حط مع بعض رندر طايتيوب أنا بالنسبة لي أنا ما أشوف المقطع مثلا إذا حطت جيم أحط جيم أشوف أنه يستاهل أو في ضحك أو في شيء زي كذا أو في مثلا لقطات خرافية أو في لقطات غريبة أو في شيء زي كذا سالفت أني حط مقطع كذا كامل يلا ناول شوت يعني أنا كمشاهد استفدتوش أنا استفدتي إيه ما أحب أني أنزل مقطع كذا أرم على طول أرم على المنتاج وأتعب منتاج في مقاطع كثير من فورتنايت أوكي أنزلها بس أشوف أن الجيم يعني استاهل في لقطة على أقل على أقل لقطة واحدة في الجيم إن أخرى فيها بسنايبر أو مثلا ديقل أو شيء جبته وأنا طا أو هو طاها يدر شيء زي كذا في مقاطع كثيرة زي كذا أنا أستانس وأرجع أشوفه مرة مرتين ثلاث مرات زي مقطع الكيبورد كام مقطع الكيبورد كام كان تسجيل الساعة كاملة عشان أجرب الكيبورد تخيلوا تسجيل الساعة كاملة أو كي ؟ الغيوم الغيوم كان في زيوم خرافي مع الياتي وخده اللي هو كي أتش فكالم عشان bead وأربعات كلنها من أفضل لكان 해요 لقيم كان في زيوم مقطع قائmares و 매 담授 estava في مقطع كيبورد كام가는 وقيم كان في مقطع ثاني أنوانا كذا لأني الل opportunities بس فهذا الذكرة عنه في مقاطع قهر 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 ما جي مشاهدات فورتنايت يعني ما ألم اني اوكي ما جي مشاهدات فيها وشي زي كذا لان في ناس كثير يمر مني فلوقرز فلوقرز حقيق هديات وزالي تربوا فورتنايت لانه يدرون لمشاهدات فورتنايت انا ما اقول ان الشي اللي سونا هذا غلط كل واحد دور ما صرحت كل واحد دور مشاهدات مشاهدات هذي طلق فلوس ما اقولك لا في ناس اوكي يتمنوا مشاهداتي لكن انا كمئتين ستين الف مشترك ما اتمنى ابدا ما اتمنى اللي شو مش مشاهدات يقول نزل غير حط فهذا المقطع تسويت عشان اقولكم اني راح اغير وراح اشوف دعمكم بذن الله انكم ما تقصروا فبذن الله انكم ما تقصروا معي ولا تنسوا ان تصوتون اضغط على تهجف وقع لي سارة توقع وصوتوا لأفضل وقت انا بالنسبة لي اشوف ثمانة الليل اليوم اسمع باس صوت للحيشة افضل وقت ونسبة لي اوكي فبس هذا كمه اغطاء اليوم ان شاء الله مقطع يجبكم ما ادل كم وصل المقطع لكن عموما اس هذا كمه اغطاء اليوم ان شاء الله مقطع يجبكم لا تسوى لايك وبالإذن الله نشوفكم القاتلة الجاية اول مقطع راح يكون ستيك فايت فانو بغا شوف دعمكم في المقطع الجاي هكي ستيك فايت راح يجبكم بذن الله طول مقطع سوى كذي فبس هذا كمهطاء اليوم نظرككم على خير اشتركوا في القناة